الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ووقاتكم باليوم والبركاتة اليوم أصور لكم برضو مسجد من المساجد المميزة وكل المساجد ما شاء الله تبارك الله مميزة في قلوبنا ولكن القصدي مميزة في عمارتها وإفقان بنائها بنائها ما شاء الله وهذه طبعا القبة هو الوثري هذا المحرق جنبات المسجد الجدار الجانبية هذه طبعا أماكن المكيفات يعني واضح ما شاء الله تبارك الله كثير من المساجد ما يتبعوا للنقطة هذه أثناء بنائها آآ انه ضروري يكون في مكان للمكيف فالمكيف ما شاء الله تبارك الله آآ مكانه يعني مهيأ من آآ قبل البناء وهذا شي يعني آآ واضح انه في تخطيط جيد للبناء هذه مين يعرف اسمها هذه طبعا ممر يعني على أساس انه المصلين انتهوا هنا وبعد كده لا في أحد يمر فهذا ممر للمصلين يعني ما شاء الله تبارك الله هذا كده المحراب والمنبر يعني ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا الباب الخروج واصبح عندنا عادة ان شاء الله الصوت يكون واضح يعني ما شاء الله تبارك الله المحسنين اصبحوا يضعون المياه السبيل يعني هذا السقف يعني حتى الانطقة هذه فبدأوا فيها حقيقتا طبعا هذا قسم النساء فوق ماذا دعاء الخروج مكتوب بطريقة ما شاء الله تبارك الله جامع عابد شربين يالله ارحمه من مخرج المسجد طبعا ما شاء الله حتى الأماكن الأحذية شوفوا هذا باب الرئيسي للمسجد الآن نشوف باب يعني الفرح نقول ولا شي وفي ايضا يعني ايش نقول ميزة ومفاجأة شوية بس خلوكم معي يعني ما شاء الله تبارك الله واضح انه الموضوع متقن ما شاء الله تبارك الله المخرج الآخر للمسجد نيجي هنا نحن نصور منظر مرتفع لانه المسجد على جبل ودينا منظر كده بانورامي لجهة من جهة هاذا اش اسمه بخابة الحي ولا المخطط مضحة قريش مضحة قريش طبعا انتو عارفين مكة جبلية خلاشا الله تبارك الله وكون المسجد على جبل حياطينا ميزة كون المسجد على جبل حياطينا ميزة اخرى او ايش نقول يعني صفة اخرى او هذا انه الجهة الاخرى الخروج لها والنزول المسجد والسعود المسجد عن طريق المصعد او الدرجة ان احنا في المصعد وننزل الدور الارضي المسجد جاي على جبلية ففي ناحية فيها يعتبر مع الارض وفي ناحية يعتبر مائل فبالتالي الدخول من البوابة الفرعية من هنا بالمصعد اعجبتني موضوع المصعد اعجبني يعني صراحا هذا نفس المنظر اللي صورنا لكم المسجد طبعا في خلفة اسمه عابد عفوا كده فوق طبعا بس يشوف عابد شربيني الله يرحمه يجزيه بالخير و ان شاء الله ربنا كده يعني يسر لنا ويسر لكم كده ونبني مساجد بإذن الله السلام عليكم ورحمة هذا جانب يعني من المخطط اللي في المسجد بطحاء قريش بتالي سعود كده نحن ما زلنا في بطحاء قريش هذه مجمع سكن يعني هايدي عمارات ولا لا يا الله عماير انا مستني وسيجي منظر الجبل كده قداما يعجبني وان شوف 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 الجبل هادي كده لها صبحان الله رحبا رحبا وجمال ايه اشهد هذا بطحاء قريش اعتبر من المخططات اللي داخل مكة او لا داخل حد الحرب داخل حد الحرب تهرى فين اراضي للبال ولا شوي اراضي 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 اردالي تهبر من المخرج